يعني احنا بنتكلم في سبع سنين خضت فيه مزارة الدخلية معارك كتيرة جدا ولما بنقول معارك احنا ما بنبلغش هي معارك حقيقية احنا بنتكلم معارك مع الارهاب معارك مع المخدرات معارك مع كل حاجة تقريبا الامن والامان مفيش امن مفيش استقرار مفيش تنمية مفيش اي حاجة هتحصل بدون ما يكون فيه امن موجود في الشارع يعني انا النهاردة مش هقدر اروح شغلي لو انا مش حاسة بالامن مش هقدر استثمر لو انا مستثمر اجنبي مش هقدر اجي البلد دي لو انا مفيش امن وامان الامن هو عصب التنمية والاستقرار وفي الحقيقة الحصن المنيع الدفاع عن الوطن كان رجال الشرطة ومبارك خلال الاحتفالية وزارة الداخلية عرضت فيلم عيون الوطن استعرضت فيها جهود او استعرضت فيها جهود الشرطة في مكافحة المخدرات تم نضبط شحنة حشيش بقيمة نصف مليار جنيه واحباط تهريب اطنان من المخدرات قبل ما نشوف التقرير يعني تخيلوا كده مع حضراتكم يعني لو كانت شحنة المخدرات دي كده دخلت البلد كم من شبابنا كان هيحصل انه ممكن يقع ضحية لرجال الشر خلونا نشوف التقرير اللي هنتبع فيه بالتفاصيل اللي حصل عمليات وتمام وصول الحاوية بعد مرأبة مستمرة لشهور طويلة تم رصد تشكيل عصاب يتخصص في تهريب مخدر الحشيش ضربة أمنية نتيجتها 30 ألف طرب حشيش ووزنة 6 طن بقيمة 480 مليون جنيه دي كانت مجرد البداية لكن اللي جاي كان أكبر بكتير المعلومات بتأكد ان التشكيل العصابي تحت إيده 15 طن حشيش غير اللي تم ضبطهم زائد كمية كبيرة من مخدر الهروي مؤكد هيحاولوا يهربوا باقي الكمية عشان يعوضوا خسرتهم في القضية اللي فاتت فريق البحث أحدت هوية بعض أفراد التشكيل مع اكتشافه عناصر تانية كانت مجهولة أغلبهم أشخاص عاديين من الصعب الشك فيهم الشواهد كلها بتأكد أننا دخلين على عملية كبيرة خلال مرأبة أحد أفراد التشكيل تم رصده باشتري سفينة سياحية متهالكة اشتراها بقيمة مالية مبالغ فيها مش متناسبة مع حالتها من المحتمل تكون وسيلة جديدة هيستخدمها التشكيل في عمليات التهريب اللي بيرتبوا ليها وبعد تقنين الإجراءات رصدنا اتصال هاتفي لمجموعة سيارات دفع رباعي دخلة من الضروب الصحراوية الاتصال بيأكد أنهم بيستعدوا لتسليم كمية تانية من مخدر الحشيش بمجرد وصولهم بعد ساعات رصدنا اتصال هاتفي تاني من المهربين بيأكد وصول السيارات وتسلمهم للشحنة وخلال المتابعة وردت معلومات جديدة بتقول أن نفس التشكيل هيحاول تهريب كمية كبيرة من مخدر الهروين عن طريق شاحنة من أحد المواني كانت تحدي كبير أننا نسمح بمرور الشحنة عشان نقدر نوصل لأماكن تخزين التشكيل العصودي ونصبطها قبل ما تتوزع خطتنا نجحت وقدرنا نوصل للهدف اللي كنا بتنور عليه وأهم موقع للتشكيل مكان اختروه بدقة من الصعب الوصول ليه رفعنا كل تفصيلة المداخل والمخارج والنقاط التمركز وحصرنا عدد الأفراد والسلح تضريس الموقع كان التحدي ومرأبته كانت صعبة للغاية نظراً لعورة المكان وسهولة كشف أي محاولات للإقتراب مجموعات المرأبة قدرت خلال وقت قصير تأكد أن في مغارة داخل القبل بتستخدم كمخزن رئيسي للتشكيل وبيتم فيها تصنيع المواد المخدرة خلال عمليات المرأبات اشتبه أحد الضباط في شخص سبق رصده في قضية سبقة ومن خلال الكمين اتأكدنا أن بيانات بطاقته ومش صحيحة بعد مراجعة أرشي في الإدارة اتعرفنا على المشتبه فيه ولكن باسم مختلف وتأكدنا أن المتهم رئيسي في عملية تهريب سبقة وهارب محكوم عليه انتحى الاسم جديد وتم وضعه تحت المرأبة الدقيقة تدريب القوات على الاقتحام كان تحدي كبير نظراً لطبيعة النيل اللي بتحوق وتبطئ حركة القوات وتدريس الصحراء الصعبة وحتمية وجود مقاومة مسلحة من التشكيل العصاوي فاستعنى بقوات مكافحة الإرهاب من قوات الأمن الوطني وقوات الأمن المركزي ترجمة نانسي قنقر وقوات الأمن المركزي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والاهم ان الاقتحام كان لازم يتزامن مع مدامة المنطقة الصحراوية لاحكام السيطرة على كافة افراد التشكيل الوصول للمغارة تطلب مجهود كبير من الاخفاء والتموية تم الغطس باستخدام الدائرة المغلقة وبصلة التوجيه وجهاز التحرك السريع تحت الماء اشتركوا في القناة غرفة الماكينات وكابينة القيادة كانوا اهم هدفين لازم السيطرة عليهم لضمان عدم تحرك السفينة وتأمين عملية الاقتحام اشتركوا في القناة 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 سرعة وصول قوات الدعم عامل مهم في نجاح اي عملية اشتركوا في القناة 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 الضربة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة